مرحبا بكم أعزائي مشاهدي قناة English State لتعلم اللغة الإنجليزية في هذا الدرس بحول الله سوف نتعرف على بعض العبارات التي نستعملها حينما نتصل بشخص ما من خلال اتصالين سوف نستخلص بعض العبارات التي نستعملها في هذا السياق وقبل أن نذهب إلى الاتصال الأول لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وإذا كنتم مهتمين بتعلم اللغة الإنجليزية وكنتم أول مرة تشاهدون هذا الدرس لا تنسوا أن تشتركوا في القناة وتفاعلوا جرس التنبيه حتى تتوصلوا بجميع دروسنا والآن هيا إلى الاتصال الأول إذن هذا كان هو الاتصال الأول قبل أن نذهب إلى الاتصال الثاني دعونا نركز على بعض التعبير التي وردت في هذا الاتصال سجلت هنا بعض التعبير وآمل أن تسجلوها أنتم في دفاتركم وفي مذكراتكم حتى تستفيدوا من هذا الدرس التعبير الأول مرحبا سام يتحدث تضع أن تسمك في مكان سام نستعمل هذا التعبير حينما نرد على الاتصال أو حينما نتصل نحن في هذا السياق يمكنك أن تقول أيضا عوض هذه العبارة أو تقول ثم اسمك وأيضا يمكنك أن تزيل كلمة hello وتقول جيد الآن نمر إلى التعبير الثاني hold on please hold on please وتعني لحظة من فضلك hold on please hold on please التعبير الثالث can I take a message can I take a message وتعني هل أخذ رسالة can I take a message وتعني هل أخذ رسالة بطبيعة الحال قصد إبلاغها وتوصيلها للمعني بالأمر can I take a message can I take a message هل أخذ رسالة التعبير الرابع والأخير could you tell him to call me back please could you tell him to call me back please هل يمكنك أن تخبره بأن يعيد الاتصال بي من فضلك could you tell him to call me back please هل يمكنك أن تخبره بأن يتصل أو أن يعاود الاتصال بي من فضلك could you tell him to call me back please إذن هاته هي التعبير التي يمكننا استعمالها في هذا السياق حينما نتصل بأحدهم والآن هيا إلى الاتصال الثاني في هذا الاتصال سوف أركز على تعبيرين لأن باقي التعبير سبق وأن ذكرتها حينما علقت على الاتصال الأول التعبير الأول في هذا الاتصال هو I would like to speak to I would like to speak to أريد أن أتحدث إلى أريد أن أتحدث إلى ثم تضع اسم الشخص الذي تريد أن تتحدث إليه I would like to speak to أريد أن أتحدث إلى التعبير الثاني I will call you then سوف أتصل بك حينها يمكنك أن تقول سوف أتصل بك لاحقا ولكن في هذا الاتصال استعملنا هذه العبارة سوف أتصل بك حينها إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس إذا استفدتم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وكذلك مشاركة هذا الدرس مع أصدقائكم حتى تعمى الفائدة إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد أراكم بخير باي